نحضر الذكرى على أولا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال ترجل القائد العسكري اللواء أحمد سيف اليافعي خلال مشاركته في معركة استعادة الساحل الغربي اليافعي الذي ولد في مديرية رصد بمحافظة أبيان عام 1950 استشهد عن عمر نهز 67 عاما في الصفوف الأمامية لمعركة استعادة جبل النار شرق مديرية المخه أكثر من خمسين عاما قضاها اليافعي في السلك العسكري تنقل خلالها في عدد من المناصب القيادية التي ابتدأت بتعيينه مديرا للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عام 1978 وختمها بتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة في أواخر العام الماضي عقب تحرير محافظة عدن تم تعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة وشارك في استكمال عمليات تحرير محافظتي لحج وأبيا وتصدر المشهد العسكري في عدن حين أشرف على عمليات إعادة بناء الوحدات العسكرية في المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة المنطقة العسكرية الرابعة كان الرجل متخففا من الولاءات الشخصية للمخلوع صالح حين أعلن إبان ثورة فبراير 2011 انشقاقه عن الجيش وتأهيده للثورة الشبابية ليتولى بعدها قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في منتصف 2012 واستمر في منصبه حتى الانقلاب الأسود الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع لم يرفض الرجل يوما ما العمل في جميع الظروف والمتغيرات التي مرت بها البلاد وكان جنديا وفيا للشرعية والجمهورية ولم يتخلف عن أي معركة على امتداد الأراضي الواقعة تحت سيطرة المنطقة العسكرية الرابعة وعرفته الجبال والسهول الممتدة من قاعدة العند حتى باب المندب فجر يوم الأربعاء الأخير من شهر فبراير 2017 حمل في طياته خبرا ساعقا تمثل في استشهاد اللواء اليافعي بالتزامن مع استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من جبل النار الاستراتيجي خبيل يوم واحد من استشهاده كان اليافعي يتحدث عن الكشف عن أسلحة حديثة تستخدمها الميليشيا في اغتيال القادة العسكريين وجميعها جاءت عبر إيران وبالرغم من ذلك لم يكن الرجل ممن يرضو البقاء بعيدا عن ساحات المعارك بل ممن تراهم يسابقون جنودهم ويزاحمونهم على الصفوف الأولى ترجمة نانسي قنقر